750 ألف نازح خارج السجلات الدولة و37 ألف عائلة في مخيمات مزرعة في كردستان أرقام كشفتها الإحصاد التي تتبع النازحين في العراق دون أن تكشف أسباب استمرار هذه المعاناة التي غابت عنها الحلول ثماني سنوات وما تزال معضلة إعادة النازحين لديارهم قائمة اندحر الإرهاب وما تزال وزمتهم عصية على الاندحار 37 ألف عائلة وفق إحصاءات وزارة الهجرة ما تزال تعيش في مخيمات النزوح ولم تتوافر لغاية الآن عوامل إعادتهم لمناطق سكناهم الأصلية إحصاءات وزارة الهجرة لم تأخذ النازحين ممن يسكنون خارج المخيمات بالحسبان والذي تقدره تقارير أممية بسبعمائة وخمسين ألف نازح لم تستطع السجلات الحكومية تقييدهم وهو ما يصعب مهمة التعامل مع هذا الملف الحساس إذ تقتصر التقارير الحكومية على ثمانية وعشرين مخيما في أقليم كردستان تثار حولها الاستفهمات إذ تستعصي على الجهات ذات العلاقة إعادتهم مرة تحت ذريعة رفض لها للعودة لمناطقهم ومرة بحجة وجود مؤشرات أمنية ومرة تكون الأسباب غير مقنعة مخيمات النزوح في أقليم كردستان تعددت حولها القراءة السياسية إذ تتجه إلى محاولة حكومة أربيلا استغلال ملف النزوح سياسيا للاستفادة من أصواتهم في مواسم الانتخابات ومرة تكون الحاجة لهم على مستوى الملف الاقتصادي إذ يعد النازحون وفق أحزاب معارضة مصدر دخل قيم وغني بالنسبة لخزانة أربيلا العوامل السياسية والأمنية التي تحيط بمن يقطنون مخيمات كردستان للنازحين ما تزال مبهامة وغامضة في وقت تكثف الحكومة جهدها لتوفير الأرضية الاقتصادية والأمنية لإعادتهم إلى مناتقهم وإنهاء معاناتهم مع النزوح لكن هذه الجهود تتكسر على صخرة الإصرار الأربيدي على تمديد رحلة النزوح في مخيمات الأقليم والتي يبدو أنها تغدق على الحكومة هناك بسيد من المكاسب السياسية والاقتصادية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر